بيبدأ الفيلم بشاب خجول اسمه بيتر باركر وبنشوفه وبيجري عشان يركب باصل مدرسة بتاعته لانه رايح رحلة لمركز العلوم والابحاث واول ما بيركب بيتري عليه زميله وبيوقعه على الارض وبيباني ان محدش بيحبه لانه ضعيف ومعندوش صحاب كتير ولما بيوصل للمركز بيشوف زميلته ماري جيني اللي بيحبها وهي بتشاورله فبيفرح جدا وبيبدأ يشاور لها لكنه بيتفاجئ انها بتشاور لصحابها مش ليه في الوقت ده بيوصل صاحبه هاري وهو راكب العربية مع والده العالم المليونير نورمان ولبيفضل ينصحه انه يركز في دراسته عشان يتخرج من السنوية ويجي يشتغل معاه في الشركة وبعد ما بينزل هاري من العربية بيقابل بيتر قدامه وبيعرفه على والده نورمان وساعدها بيعجب نورمان بذكاء بيتر لانه شاطر جدا في مجال العلوم والتكنولوجيا ولما بيدخل بيتر لمركز العلوم والابحاث بيسمع الدكتورة بتقول انهم بيعملوا تعديلات في جينات العناكب فبيحاولوا ان يصور العناكب بالكاميرا بتاعته عشان ينزلها في جريدة المدرسة بس زميلو فلاش بيفضل يديقه وبييجي هاري يدافع عنه وبعد شوية بيشوف ماري جين وقفة لوحدها وبيطلب منع يصورها فبتوافق وبيفضل يصورها لحد ما بينزل عنكابوت على ايده وبيقرصه فبيمشي بيتر وبيظهر على الشاشة ان العنكابوت ده نادر جدا وانه عنده قدرات مختلفة عن باقي العناكب المهم في الوقت ده بيكون العالم نورمان في شركته وبيارد على الجيش سلاح متطور صنعه بنفسه فبيتكلم مع الجنرال اللي بيمول المشروع وبيسأله عن العقار اللي بيزود قوة الانسان فبيقول له نورمان انه جرب العقار ده على الفران وخلى قوتهم تزيد لاضعاف بس الغريب انه خلهم عدائيين بطريقة غير طبيعية فبيهدده الجنرال انه مش هيمول المشروع بتاعه لو العقار دوت ما نجحش على البشر المهم وقتها بيرجع بيتر للبيت وبيكون تعبان جدا لدرجة انه مش بيقدر يتكلم مع عمه فبيطلع لقوته وبيقع على الارض من شدة التعب وساعتها بتبدأ الجنات العنكبوت اللي قرسه تنتشر في جسمه كله وبتخلي الخلايا اللي عنده اقوى من الاول باضعاف بنرجع بقى تاني النورمان وهو في شركته وبيكرر ان يجرب عقار القوى على نفسه وده عشان الجيش ما يسحبوش منه تمويل المشروع بتاعه بس اول ما بيشرب العقار بتحصله تشنجاته وبيغم عليه فبيحاول المساعد بتاعه يفوقه بس فجأة بيصحى النورمان وبيخنقه وبيخلص عليه وبيطلع ان العقار دوت زود قوته الاضعاف وخلاه بني ادم شرير وتاني يوم بيصحى بيتر وبيلاقي نظره تحسن جدا وبقى يشوف كويس من غير الندارة وكمان بيطلع لعضلات وبيحس انه نشيط وقوي فبينزل يودع عمه ومرات عمه وبياخد شنطته وبيخرج عشان يروح للمدرسة وبالصدفة بيشوف زميلته ماري جين وهي خارجة من البيت فبتتخارق مع جوزهم معها وبتمشي وهي متضايقة فبيمشي وراها وبيكون عاوز يصريحها بحبه ليها لكنه بتردد لما بيشوفها بتركب العربية مع حبيبها فلاش اللي معاها في المدرسة ووقتها بيلاقي باس المدرسة بيتحرك وبيطلع يجري وراها عشان يركب واول ما بيلمس اليافطة اللي في الباص بيلاقيها لزقت في ايده فبيستغرب جدا من الموضوع وبيكرر يروح المدرسة ماشي وساعتها بيدخل هاري للبيت وبيلاقي والده نورمان وقع على الارض فبيفوقه وبيكون نورمان ناس اللي عمله في الشركة وانه خلص على المساعب بتاعه المهم في الوقت ده بيقعد بيتر يتغدى في المدرسة فبيشوف ماري جينو يا بتتزحلة فبيلحقها بسرعة وبيمسك الاكل بتاعها بكل مهارة وبيتكون منباهرة جدا بالعمله ولما بيقعد يتغدى بيتفاجئ ان المعلقة لزقت في ايده وبيخرج من ايده شبكة عن كبوت وفجأة بتلزق الشبكة في طبق الاكل اللي قدامه فبيحاول يفكها وبيسحبها من ايده ولكن الطبق بييجي على فلاش وبيطلع يجري فبيشوفه فلاش وبيروح يتخانق معاه وبيحاول يضربه بس بيتر كدراته بتتطور لدرجة انه بيشوف كل حاجة بالتصوير البطير وبيقدر يتفادى ضربات فلاش وبيكون قوي جدا وبيضربه فبيتصدم كل الموجودين وبالذات صاحبه هاري وماري جين وساعدها بيخرج بيتر من مدرسة وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لشارع وبيفهم انه بقى عنده قوة خارقة بسبب العنكبوت اللي قرسه وفجأة بيطلع له شوك صغير في ايده وبيقدر يمشي على جدران المبنى زي العنكبوت بالزبط وبعدها بيطلع للسطح وبيفضل ينط من فوق المباني وهو فرحان جدا وبالليل بيقابل ماري جين وبتسأله هيعمل ايه بعد ما يتخرج من السنوي فبيقول لها انه عاوز انتقل لمدينة نيويورك ويشتغل صحفي ومصور وساعتها بتقوله انه عاوز تروح مدينة نيويورك يا كمان وتشتغل ممثلة لانها بتحب التمثيل من وهي صغيرة فبيشجعها بيتر وبيقول لها تتمسك بحلمها وقبل ما يكمل كلامه بتسيبه وبتروح تركب العربية مع حبيبها فلاش وبتكون منبهرة جدا بعربيته الجديدة فبيكرر بيتر انه اشتر عربية وكمان عشان يبهرها وبيفضل يدور في الجريدة على اي عربية سعرها رخيص لانه فقير جدا وللأسف مش معه فلوس وبالصدفة بيشوف اعلان عن مسابقة مسارعة والكسبان فيها هياخد 3000 دولار فبيكرر يدخل المسابقة ديت وبيعود يصمم بدلة عشان يلبسها وتاني يوم بيجزب على عمه وبيقوله انه رايح المدرسة فبياخده عمه عشان يوصله بالعربية وبيفضل ينصحه انه يركز في مستقبله بس بيتر بيتعصب وبيقوله انت مش ابوي عشان تنصحني وبعدها بيسيبه وبيروح لمسابقة المسارعة ولابس زي عليه رسمة عن كبول وهناك بيشوف مسارعة قوي بيهزم كل المسارعين ومحدش قادر عليه ولما بيجي الدور عليه عشان يواجه المسارعة بيقدمه المزيع باسم فبيدخل بيتر للحلبة وبيتقفل عليه بقفص حديدي وساعتها بيدرابه المسارع وبينط بيتر من فوق القفص وبيفضل يتشقلب وبيدرب المسارع لحد ما بيهزمه بفضل قوته الخارقة فبيتصدم الجمهور وبيفضله يهتفه باسم سبايدر مان وبعدها بيروح يقابل المدير المسابقة عشان ياخد الثلاث تلاف دولار ولكن المفاجأة ان المدير بينصب عليه وبيديله مية دولار بس فبيخرج من مكان وهو متضايق جدا وساعتها بيدخل حرامي يدرب المدير وبياخد فلوس المسابقة وبيطلع يجري قدام بيتر اللي مش بيعمله حاجة عشان المدير النصب عليه من البداية ولما بيخرج بيتر من المكان بيشوف الناس كلها متجمعين حوالين عمه وبيلاقيه للأسف واقع على الأرض ومصاب بسبب ان فيه حرامي ضرب عليه نار وسرق منه العربية بتاعته فبيانهار بيتر وبيلاقي ان عمه ماد وساعتها بيتعصر وبيقرر يطارد الحرامي فبيلبس القناع وبيفضل ينطفه المباني لحد ما بيوصل للعربية لفيه الحرامي وبيخليه يعمل حدثة بس الحرامي مش بيحصل له حاجة وبيدخل مبنع عشان يستخبى فيه فبيروح له بيتر وبيفضل يدربه وبيتفاجئ ان الحرامي دوت يبقى هو هو نفس الحرامي اللي سابه يهرب قبل كده فبيتكابل الحرامي وبيقع من الشباك وبيموت ولما بيرجع للبيت بتحضنه مرات عمه وهي بتعيض وفي الوقت ده بيروح جنرال الجيش لشركة تكنولوجيا بتنافس شركة نورمان ولما بيشوف الاختراع اللي هم عملوه بيقرر ان يمولهم ويسحب التمويل من نورمان ولكن المفجأة ان نورمان بيظهر وبيطير على لوح تزلج متطور وجواء اسلحة وبيفجر المكان كله وبيخلص عليهم وبعد مدة طويلة بيتخرج بيتر من مدرسة وبيعيد عشان حاسس ان هو السبب في موت عمه فبتيجي مرات عمه وبتحاول توسيه وساعتها بيكرر ان يستخدم قوته في الخير ويقبض على كل المجرمين وفعلا بيعمل كده وبيصمم لنفسه بدلة جديدة وبيقدر يمسك كل المجرمين وكمان بيساعد الشرطة في الأبد عليهم وساعتها بتشهر وكل الجرائد بيتكلموا عنه معادة رئيس جريدة اسمه جيمس اللي بيكون بيكرهه جدا وشايف ان سبايدر مان دوت مجرد مجرب وبيكرر يحط خبر في الجريدة عن مكافأة لأي شخص هيقدر يصور سبايدر مان المهم في يوم بيكون بيتر ماشي في الشارع وبيشوف ماري جين فبيروح يتكلم معها وبيعرف انها ارتبطت بهاري صاحبه وشغالها في مطعم فبيتدايق جدا لانه بيحبها وبعدها بيروح يعود مع هاري في البيت وهناك بيرحب بيه نورمان وبيعرض عليه انه يجيب له شغلانة فبيرفب بيتر وبيقوله انه بيحب يعتمد على نفسه وده بيخلي نورمان يعجب بيه بزيادة وبيشجعه انه ما يستسلمش وبالصدفة بيشوف بيتر اعلان في الجريدة عن مكافأة لأي حد عيصور سبايدر مان فبيتجيله فكرة ان يصور نفسه لابس سبايدر مان وبيضرب الحرمية وبيروح يد السور لجيمس عشان ياخد الفلوس في الوقت ده بيكون نورمان قاعد في الشركة مع شركاؤه وبيعرفون انهم قرروا يبيعوا الشركة بعد الحفلة اللي هيعملوها في المدينة فبيتعصب عليهم لانه مش حاوز الشركة تتباعة وبعدها بيبتسم بخبص وكأنه بيخطط لحاجة المهم في الحفلة بيروح بيتر يصور الحدث ده وبيشوف ماري جين موجودة مع هاري وفجأة بيجي نورمان وراكب اللوح الطاير بتاعه وبيكون لابس قناع عشان محدش يتعرف عليه فبيفجر المكان وبيشوفه بيتر وبيلبس بادلت سبايدر مان بسرعة عشان يوقفه ولكن نورمان بيحدف قنبلة على شركاه وبيخلص عليهم وبيروح لماري جين اللي بتكون على وشك انها تقع وبيقرر يوقعها بس بيجي سبايدر مان يضربه وبينزل يتخانق معاه على الار ولكن نورمان بيكون قوي جدا وبيضربه وبيفضل يجر وراه وبيضرب عليه نار فبيستخدم سبايدر مان الشبك بتاعه وبيروح نحية ماري جين عشان ينقذها ولكن نورمان بيمنعه وبيفضل يضرب فيه فبيحدف عليه سبايدر مان الشبك بتاعته وبيضمر له اللوح بتاعه وفجأة بيلاقي ماري جين وقعت من فوق المبنى فبيروح ينقذها وبيطلعها فوق المبنى تاني فبتشكره جدا وبكون مش عارفة ان ده اصلا يبقى بيتر وبعدها بيسابها وبيمشي المهم بالليل بيقبضع بيتر في الشارع وبيفضله يتكلمه ولما بتمشي بيشوف حرمية ماشيين وراها وبيكونوا عاوزين يسرقوها فبييجي بيتر يدفع عنها وبيضربه مع لابس بادلة سبايدر مان لكنه للأسف بينسه يلبس القناع بتاعه فبتقرب ماري جين عليه عشان تعرف هو مين بس الحصن حظه الدنيا بتبقى ظلمة ومش بتشوفه كويس وتاني يوم بتحصل حريقة في مبنى وبيكون فيه واحدة بتصرق عشان يبنها جوه فبييجي سبايدر مان ينقذه وبيخرج من المبنى وفجأة بيسمع صوت واحدة بتصرق وبيدخل تاني عشان ينقذها ولكن بيهطلع ان دا نورمان وبيهدف عليه أسلحة عشان يخلص عليه فبيحاول بيتر يدفدها وبيتعور في إيده وساعتها بيسيبه نورمان وبيمشي وبعد شوية بيروح نورمان مع ابنه هاري لبيت بيتر عشان معزومين عنده وكمان بتكون ماري جين معاهم ولما بيعود على الصفرة بيشوف نورمان الجرح اللي في إيد بيتر فبيفهم ان هو سبايدر مان وبعدها بيقرر يمشي ولكن هاري بيروح وراه عشان يمنعه وبيقوله ان عاوز يعب معاهم عشان يعرفوا على حبيبته وهم ماري جين فبيقوله نورمان سيب البنت ديت لانها فقيرة وانه أكيد مرتبطة بيه وبتستغله عشان هو غني فبتسمعه ماري جين ويمت دايقة وبتكرر تنفصل عن هاري وبالليل بياجب نورمان على مرات عم بيتر وبيبدأ يخوفها عشان بيتر يكشف عن هويته ففتتنقل المستشفى وبيروح بيتر يتطمن عليها وبتقوله نفيه واحد لابس قناع أخضر هجم عليها فبيعرف ان خلاص هويته تكشفت وبعدها بيروح يتصل على ماري جين ولكن بيتفاجئ ان النورمان اللي بيرد عليه وبيقوله تعال قابلني عشان تنقذها فبيتسودن بيتر وبيروح له بسرعة وبيلاقيه واقف على جسر وماسك ماري جين وكمان ماسك تلفريك في مجموعة أولاد فبيرميهم كلهم من على الجسر عشان يكبروا انه ينقذ حد فيهم والتاني يموت بس بيتر بيقدر يمسك ماري جين وبيربط التلفريك بشبكة العنكبوب بتاعته فبيشيله نورمان وبيرميه في مكان بعيد وبيرمي عليكم بلا بتنفجر جنبه بالزبط فبيستغل انه مش قادر يتحرك وبيفضل يضربه وبعدها بيطلع سلاح عشان يخلص عليه بس بيتر بيحاول يدفع عن نفسه وبيحدفه لبعيد وبيفضل يضربه لحد ما بيجبره انه يخلع القناع بتاعه فبيتفاجئ انه نورمان وبيقوله انا مش فوعي وان العقار اللي اخدته هو العمل فيه كده وبيترجاي يساعده بس بيطلع ان دي خدعة منه وبيشغل اللوح الطاير بتاعه وبيخليه يهجم عليه من ظهره بس بيتر بيكتشف الخدعة وبينط الفوق عشان ينقذ نفسه فبييجي اللوح في بطن نورمان وبيطلب منه انه ما يعرفش ابنه هاري باللي حصل وبعدها بيموت فبياخدوا بيتر وبيرجعوا لبيته وساعتها بيشوفه هاري وبيلاقيه هاري من الشباك فبيفهم من سبايدر مان هو اللي خلص على والده وفي الجنازة بيعزيه بيتر وبيقوله هاري انه لازم ينتقل من سبايدر مان وبيكون مش عارف اصلا ان بيتر يبقى هو سبايدر مان وبعد شوية بتيجي ماري جين تتكلم مع بيتر وبتقوله انها بتحبه فبتر انه يجذب عليها وبيقول لها انه مش بيحبها لانه خايف عليها خصوصا بعد ما بقى بطل خارق وبيواجه الاشرار وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة